أول وصية للشياب المسلم العقيدة والتوحيد شوف ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن أصحاب الكهف أصحاب الكهف ذلك كانوا فتية يعني شباب ربنا قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا فكان مشكلة مع قوم ومع الملك بتاعهم في دعاء غير الله من الأوثان والأنداد الباطلة لقد قالوا لن ندعو من دونه إلها يعني ذي قالوا لما ادعو إله من دون الله واستغيصوا وادعوا الأول يبتعننا والأوثان بتعننا فقالوا لن ندعو من دونه إلها وده من أعظم النمازج للشباب الصالح المصلح في القرآن الكريم والناس اللي لا بتقرأ سورة الكهف واصحاب الكهف ويقروا سورة الكهف كل جمعة وكذا موضوع وقصة أهل الكهف إنهم شباب موحدين وكذا أول حاجة يعتني بها الشاب المسلم العقيدة والتوحيد دي أول نقطة وأعلم أخي الشاب المسلم أن الإنسان مهما اقترف ووقع في الذنوب والمعاصي ولكن كان موحدا فإنه سيهتدي وسيغفر الله له ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني ذنوب قدر الواطى وملأ الأرض حقتك براك لأتيتك بقرابها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا وده الشرط لو قدر الواطى ذنوب حقتك لكن جئت لأله ما أشركت بالله شيء لا دعت لك فكي لا تابعت لك طريقة من الطرق الصوفية لا دقت لك نوبة لعلكت لك حجاب قال ثم لقيتني عندك زنوب قدر الواطى لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها ما أغفرها الله يغفر لك كلها فدي أول مسألة تعتنبه أنت تعليق قلبك بالله سبحانه وتعالى لا فكي بينفع ولا قب بتنفع أو تضر ولا حجاب بينفع أو بضر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من علق تميمة يعني لبس له حجاب فقد أشرك البل بس حجاب الرسول قال ده مشرك والليل الشباب طوروا الحجبات الشركية وبرضو شرك بي الله برضو شرك بلابسينا في حديدة كده والله ألمونيوم صغير ده حجاب ودي التميمة زات يسمى في الإسلام التميمة الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمائم التمائم جمع تميمة والتولى التولى ده عرق المحبة التلاتة ديل الرقى اللي بتكون بالشياطين والتمائم اللي هي الحجبات كان علك تكمون أو لبسة حجاب في ألمونيوم صغير زي ما بلبسوه الشباب الليلة منتشر بين الشباب منتشر انتجار شديد وبعض الشباب يلبسوا كمون برضو ده تميمة الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمائم الحجبات دي كلها كمون آه معلق لك حديدة معلق لك خرزة ودعة عرق المحبة قال دي كلها شرك والشرك ده جماعة أعظم زم يعني اللي بيعلق له حجاب بتاع كمون ولا بتاع غيره ده ارتكب جريمة أكبر من جريمة الزول الكتل مية نفسي مؤمنة شوف الكلام ده كيف عشان كده الشرك ده أخطر زمب وعشان كده ربنا ما بيغفره ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ده الوحيد الزمب والربنا ما بيغفره إذا مات الإنسان عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً فانتبه يا شباب أول حاجة للنقطة دي عقيد تقدمات العفية والبهدد العقيدة في البلد دي العقايد بتاعت الصوفية دي اشتركوا في القناة